هكذا حولت الحرب مدينة عدن بمجرد أطلال وأكوام من الخراب الذي نثرته ميليشيا الحوثي على المدينة قبل أكثر من عام وما لأت التجاعد في وجه عروس المدن اليمنية جهود تبدلها الحكومة والسلطة المحلية لإعادة الروح للمدينة حيث شرعت فرق ميدانية في مسح الأضرار وتقييم المالي للخسائر الناجمة عن عمليات القصف على الأحياء التي أدت إلى تدمير أكثر من 11 ألف منزل المؤشرات الأولية التي أعلن عنها مكتب الأشغال العامة في المحافظة تقول إن أقلب هذه المنازل المدمرة بحاجة إلى إعمار بشكل كامل فيما 471 منزل بحاجة إلى ترميم جزئي محافظ عدن عدروس الزبيدي خلال ترأسه لاجتماع مع قيادة المحافظة وضع الملامح العامة للمرحلة الأولى من إعادة الأعمار التي ستبدأ من مديرية التواهي ومن ثم ستنتقل اتباعا إلى باقي المديريات والمناطق التي شهدت المواجهات كلفة المشروع العامة تم تقديرها من قبل اللجنة بأكثر من 18 مليار ريال أشهر قليلة وتمسح المدينة آخر ملامح وآثار الخراب الذي طالها لتستعيد روحها وإصرارها على العودة للحياة مجددا من تحت الركام أكد رئيس الوزراء أحمد بن دغر أن الحكومة لن تستمر في إرسال الإيرادات إلى البنك المركزي الخاضع لسيطرة الميليشيا الانقلابية في صنعاء وقال بن دغر في لقاء مع ممثلية المؤسسات المالية في عدن أن الميليشيا تستغل المغاردة في حربها على الشعب اليمني تحت مسمى المجهود الحربي أشر إلى أن ما تشهده عدن من أزمات على مستوى الكهرباء ومستشفيات المدينة سببها قطع الميليشيا للمخصصات والنفقات التشغيلية من صنعاء أشدد رئيس الوزراء على مضاعفة الجهود للإسهام في إنقاذ الاقتصاد من الانهيار اشتركوا في القناة